دعليش ما حضرت يسعلي قبلها دونك بارشا عنا يعني بسألت المراقبة المتابعة عمت على الليلة دونك فاما فاما اشكال الكبير على المستوى المدرسة في تونس لكن المدرسة النموذجي تقدم حلول للأولياء بشاب دوم ثمانين شوية انهم فاما ساراما فلنو على المستوى الحضور ودخولوا للخروج والمحتويات لكن مدرسة هي كمية وليست مدرسة كيفية ما نرقاش فرق على مستوى المواد المدرسة في المدرسة النموذجي ومدرسة عادي بل يقولوا ان المدرسة النموذجي اكثر عمق اكثر دخول في التفاصيل في المواد العلمية ومن هنا يقع تهميش بين سيور المواد الأدبية والمواد الثقافية لانه حتى المدرسة النموذجي كبنيناهم بنيناهم صحيحة جدود ببنية جديدة يا جور جديد سيمان جديد لكن ليست مدرسة نموذجية على مستوى الارشتكتورة متاحة نقاو تغيب فيها المسارح تغيب فيها قاعات الموسيقى تغيب فيها قاعات الرقص تغيب فيها قاعات الرياضة المهيئة البوليفالانت الحياة الثقافية والحياة الرياضية والحياة البيئية مع دوما اللي بيش نقاو وارشتكتورة لفيها شجرة لفيها غازان لفيها ديزي سباس فاري اللي بيش تخلي الشخص أنه يتمتع بالوجود في الفضاء هذي دونك هي في حد ذاتها سجن يحبس نحبسوا بيس غيرات متاعنا ونطلبوا منهم كم هائل من العمل الكمي دونك ما فمش مواد ما تتقراش أيار وتتقرغ غديكة دونك عنا إشكال كبيرة على مستوى المدرسة ونزيد أنه نفتقرو إلى ديزيتود هل الأشخاص الثالث سنوين يمشوا للمدارس والمعاهد العدادية دونك أشخاص الثالث سنوين يمشوا للمدارس والمعاهد العالم الكل يعرف أنه الذكاء الذهني والذكاء الرياضي مهوش برونستيك متع نجاح على المستوى العمل حقيقة الميور برونستيك لنجاح على المستوى المهني هو الذكاء العاطفي العلائقي الاجتماعي كيفاش أنتو هل عندك شخصية متوازنة على المستوى الشيماعي تعرف تتصرف تعرف تتحكم في الوضعيات الضغط العالي هل أنك نجم تحكم في العلاقات متاعك هل أنك نجم تسير مجموعة هذي الإشكال العمل الجماعي يكاد مكون معدوم في المدارس النموذجية فما تركيز على الفردانية أنه اخدم أنت باش تكون أنت المتميز وأكثر واحد مدميز على حساب شنوب يسير على حساب ليزا برونت فرنتي صاحقة الأخرين لأنه المعلومة مهاش المعرفة المعد اعاية مهي محاكت لي��은 يعمل بحقات نظريات على مستوى الواقع معانهش محاكت للواقع في المدارس نموذجة فما عزل التلميث في المؤسس فيما عزل التلميذ على المستوى النفسي على المستوي الشيماعي على المستوى الثقافي على المستوى جسدي من المحيط اللي داير بي وذي إشكال كبير برش